يذكر أنه تقرر سابقاً القيام بإضراب بتاريخ 6 جوان 2021 وبوقفة احتجاجية يوم 7 جوان 2021 نتيجة ما عرفته المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بقصر البخاري من تصرفات وممارسات غير مسؤولة وغير مقبولة من مديرة المؤسسة نذكر منها إهانة الأطباء والتشكيك بنزاهتهم وبضميرهم المهني سوء المعاملة والتواصل لفظياً وعدم احترام الأطقم الطبية العجز التام في تحسين ظروف ومتطلبات العمل يستحيل العمل مع هذه المديرة في ظروف هذه الجائحة وكان انسيدات كلي بينها النقابة يا أطباء لبيلس في قصر البخاري مع المديرة بالنسبة للحوار فإن أبواب المؤسسة مفتوحة في كل وقت وفي أي وقت للحوار والتشاور مع كل موظفي المؤسسة وخصوصاً مع الشركة الاجتماعية أدعو نقابة الممارسين الطبيين لصحة العمومية إلى الحوار والتشاور وأبوابنا مفتوحة في كل وقت خدمة للصالح العام وخدمة أيضاً للمريض ترجمة نانسي قنقر